نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاة رأى أساس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وفد المملكة إلى المنتدى الدولي العاشر للسلام والرياضة والذي قيم في مونت كارلو بعنوان السلام على المحك تغيير العالم من خلال الرياضة برعاية صاحب السمو الأمير البير الثاني أمير موناكو وبحضور سعادة هشام بن محمد الجودر وزير الشباب والرياضة وعدد من المسؤولين عن النشاط الرياضي في الدول المختلفة وأبطال الرياضات الأولمبية ويعتبر المنتدى واحدة من المنتديات التي تحضى بمشاركة كبيرة من قبل عدد كبير من الشخصيات الرياضية والسياسية والاقتصادية والجامعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والذي سيتطرق إلى الإمكانيات التي تتمتع بها الرياضة لناحية المساهمة في بناء سلام دائم عبر استخدام الرياضة والتركيز على العمل واجعل الرياضة عامل اندماج وتقارب بين مختلف الأطياف وتعزيز مبدأ السلام واللا عنف والتسامح والعدالة فالرياضة إدارة فاعلة من أجل بناء السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد أشتركوا في القناة وإنطلاقوا في القناة وليس هناك بالدلاب إنه لا أكبر أن هذا المهم أقب في قناة ليس كماما فيه كمه الحمد سيد حمد بن إيسا الخليفة ربما في القناة أو حتى عمي أهمي في فرصة كنك في زوجت المزيد في مجالي وفي قدرهي ولكن كمشهرًا كمشهرًا وعنائي من المدينة مجرده الذي سيكون أكبر كذلك من مجدداً في العالم الآن بعد مراتي من موقع وعنائي أنه تشبه نشرنا أساني أصبحت أكثر من أكثر من أكثر أنه يحتاج إلى أن ينفع المقاربات لإنطار المعارضة والمعارضة. ما يتنظر كلية سميته، وماري ساوا، سرجيو أجير، زين الدين زيدان، ومالي ومالي ومالي. Apart from representing some of the best male and female footballers of all times They all possess a true passion for sports Despite their diverse backgrounds and upbringings Beyond football, we've seen this in other forms of sports Sports does indeed cross boundaries of sect, nationality, gender and religion Creating an effective and efficient vehicle for peace playing a sportsman. This is what sports continues to teach me and this is what sports can teach millions around the globe. through sport. We can nurture a culture of hope respect dedication discipline and diversity 5 ingredients that form the bedrock of any long-lasting peace. If we want to promote these ingredients, we must work together to a foundation for their dreams. an opportunity worthy of their dedication. we must give them that sense of limitless possibilities the belief that the world is their oyster and there is nothing that cannot conquer if they work hard and passionately we will be there to support them and we will be there to encourage them the journey is long but we will walk the walk and we will talk the talk لتسظرنا ناقوم بالجارب آمن الرجوع إلى صفحة ال Hetمية بعد هذا الفورم ، سنظرنا وقوم بوضع planات الأقصية على سواء العلم ، تعلم وطرق أطول على شعب آمن الرجوع لكن هذه المتحدة لا ينفع هنا سأحضره في لحظاتك احياناتك في حظاتك احياناتك وحسب في حظاتك وكان سمو قد شارك مع صاحب السمو الأمير ألبير الثاني أمير موناكو ورؤساء الوفود المشاركة بالإضافة إلى الأبطال الأولمبيين في الترويج للسلام عن طريق الرياضة وكان المنتدى قد شهد عقد العديد من الفعاليات وورش العمل والجلسة ترجمة نانسي قنقر